واتفقد محافظ صلاح الدين اسماعيل خدير الهلوب يرافقه الفريق الركن عبد المحسن حاتم موسى قائد عمليات المحافظة الأسر التي اتخذت من معسكر الجيش العراقي المهيكل سكنا لها لبحث حلول عاجلة بصدبهم بعد مطالبة الوحدات العسكرية إعادة استغلال الأراضي العائدة لها وكانت الأسر الساكنة قدمت في وقت سابق طلبا للمحافظة ناشدت فيه إيجاد حلول دائما لها ويقدر عددها قرابة 700 أسرى مما نزح بين الأعوام 2003 و2014 ووجه المحافظة الدواء المعنية للشروع بعملية جرد للعوائل المتواجدة بغية توفير قاعدة معلومات كاملة عنهم لغرض توفير المساعدة والدعم لهم مع تأمين مكان بديل ملائم لحين توفير سكن لائق وتثبيت سيطرات أمنية لإحصاء الأسر الحالية ومنع انتقال أخرى إلى المنطقة لحين الانتهاء من عملية الأحصاء ورفق المحافظ خلال الزيارة قائم مقام قضاء تكريت ومديراء دائرتين الزراعة والبلديات وعدد من مديري الدواء المعنية